مجزول يهم الأنباء أهلا بكم أدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايزة السراج صلاة العيد بمشاركة مئات المواطنين في ساحة ميدان الشهداء في العاصمة رابلس وكانت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت متأخر من ليلة الاثنين أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المباركة مئات من شباب مدينة بنغازي احتفلوا بأول أيام عيد الفطر المبارك على كورنيش المدينة بالرقصات الشعبية والأهزيج شاركت بها مجموعة من تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيسها غسان سلامة أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو على مبادرات بعثة الأمم المتحدة لإنهاء القتال في ليبيا وأعرب لافروف عن دعمه الكامل لجهود سلامة مشددا على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ألم بوجيا أن العودة إلى الحوار واستئناف المصالحة هما الطريق الوحيد لحل النزاع في ليبيا آملا أن يضع الجميع مصالح الشعب فوق أي اعتبار وناشد بوجيا جميع القيديين احترام روح عيد الفطر والاحتفال بهذه العطلة بسلام ومصالحة وتعاطف قال وزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز أن الأجهزة الأمنية في بلاده يقظة لأي توقعات قادمة من ليبيا ومالي بحسب موقع ميديا بارت وأوضح نونيز أن التهديد الإرهابي القادم من الخارج انخفض منذ هزيمة داعش لكننا نبقى حذيرين للغاية لأن عددا كبيرا من الجهاديين ينتشرون في ليبيا ومالي قالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني إن الإصلاحات الاقتصادية التي طرحها رئيس حكومة الوفاق فائز الصراج فرصة حقيقية من أجل حل الأزمة في ليبيا وأكدت جازيني أنه دون تحقيق تقدم ولو ضئيل على الجبهة الاقتصادية فإن مساعي التوصل إلى اتفاق سياسي لن تنجح أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق مدينة غات مدينة منكوبة مشيرة إلى أن السيول غطت سبعين في المائة من مناطقها وأغرقت أحياء سكنية وتسببت في خسائر بشارية ومدية ونزوحا للمواطنين إلى أماكن آمنة يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة طارئة لمناقشة الأزمة في السودان بعد مقتل ثلاثين شخص على الأقل خلال فضي قوات الأمن السودانية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم فيما ألغى المجلس العسكري كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر وأعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها قرار المجلس العسكري معتبرة أنه وضع نفسه في مواجهة الشعب السوداني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية ووقف تمويلها للإرهاب في المقابل أكدت ماي أن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني من جهته قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله خامنئي أن طهران لن تنخدع بعرض ترامب للتفاوض معها ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي تتوقع إسرائيل لابد محادثات بوساطة الولايات المتحدة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بحسب مسؤول إسرائيلي مشيرا إلى احتمال عقد هذه المحادثات في مجمع لقوات حفظ السلام تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان ولم يعلق لبنان بشأن مشاركته في المحادثات أو توقيتها المحتمل ويمثل الولايات المتحدة مبعوثا يقوم بمهام مكوكية بين لبنان وإسرائيل نهاية الموجز إلى اللقاء نهاية المتحدة